موسيقى والإدارات وغيرها ولكن الكلام ده كان من فترة ومن الواضح أن هناك استجابة واستجابة يمكن أن تكون بشكل تفصيلي بشكل تحقيقي بشكل قانوني وليس بشكل فيه عن تارية صحينا على خبر وطبعا أنتوا عارفين المراكز إعداد القيادة أو مركز إعداد القيادات والمشاكل اللي كانت حصلة فيه وتدخل إدارة الأمن بالوزارة الإدارة المركزية اللي هو أحمد عبدالفتاح اللي هو مننا كل تحية وكان حاول يسيطر على الأمور في فترة من الفترات ولكن برضو فيه ناس مش عايزة الأمور تمشي فيه ناس مصرة على عرقلة العمل في التعليم وكأن التعليم أصبح عزبة للبعض كل واحد في مكان لا أنا المكان ده عجبني محدش ينقلني ودون أي اعتبار للوزارة وسياسات الوزارة وتقييمات الوزارة إلى أن تم تحويل الموضوع للتحقيق التحقيق تم بمعرفة الشؤون القانونية التي يرأسها الأستاذ هشام جعفر الذي له منه أيضا كل الاحترام والتقدير أفضت التحقيقات وانتهت التحقيقات إلى توصية الشؤون القانونية باستبعاد مجموعة تقدر بثماني أعضاء في هذه المراكس لعرقلتهم العمل لأشياء أخرى بلاش نتكلم عنها وحاجات كتير يمكن أن يعني يكون لها سرد فيما بعد التنفيذ ده الأهم بقى يعني سهل جدا أن احنا ناخد قرارات ولكن الأهم من ده أن احنا ننفذ هذه القرارات على عرض الواقع البعض قالك مش هنفذ والبعض قالك أنا يعني سيبولي كده فترة أفكر أنفذ ولا منفذ وكأننا في عزبة بالضبط إلى أن شكلت الوزارة أيضا هنا بقى لما الوزارة تكون جدة في تنفيذ قرار بيتنفذ لجنة مكونة من أعضاء من التوجيه المال والإداري من الشؤون القانونية من الأمن لتنفيذ ما يسمى بقرار الإخلاء الإداري الإخلاء الإداري ده مرحلة من مراحل الإخلاء في وزارة التربية والتعليم ولكن بيتم لجوء إليها بعد تعنت العضو المستبعد وتعنته في تنفيذ نشرة النقل أو الاستبعاد كل الناس دي اتلغى انتدابها ورجعوا لعملهم الأصلي في المحافظات اللي جوا منها سواء كانوا في محافظة المنفية محافظة الفيوم محافظة اسماعيلية محافظة الغربية وغيرها من المحافظات التانية انتهت الأزمة وتبعات الأزمة ونتمنى الاستقرار في مركز إعداد القيادات لأن مركز إعداد القيادات من الأماكن الحساسة والهمة في وزارة التربية والتعليم واجب علينا الشكر حينما يكون هناك استجابات يكون هناك عمل على أرض الواقع لمن قاموا بهذا العمل من محاققين في أشياء القانونية وعلى رأسهم الدكتور هشام جعفل زي ما ذكرنا أيضا إدارة الأمن كان لها دور في هذا الأمر وطبعا احنا تقدمنا بالتحية وبنعيد تاني تحية للسيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة دي جزئية جزئية تانية في الحلقة الماضية لما اتكلمنا عن وجود إحدى المدرسات بجنسية أجنبية ودي أنا أعتقد حضراتكو يعني فهمتوها من طي الكلام وأكدنا حينها ونؤكد من جديد أننا لسنا ضد أي دين وضد أي اعتقاد وضد أي معتقد حتى وإن كان لا ديني نحن لا نتدخل في عقيدة أحد ولكن أيضا لا نريد أن يتدخل أحد في ثوابتنا حين تدرس هذه المدرسة صاحبة الجنسية الصربية وصاحبة الديانة اللي أنتوا عارفينها بمفهومها بمعتقدها وتفرد معتقدها وتفرد الكلام ده على أولادنا في المدارس لابد أن يكون لنا وقت وفعلا بعد الحلقة تواصل معنا قيادات من وزارة التربية والتعليم وبنشكرهم طبعا على الهواء جميعا أن هم فعلا حولوا الموضوع إلى الجهات المختصة بالتحقيق تواصل معنا فورا المهتم بهذا الأمر مدير مكتب الوزير لخدمة المواطنين محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية الأمنة لو أحمد عبدالفتاح والأمر الآن معروض قيد التحقيق وقيد التحقق والوزارة أعلنت لنا أن لن تتوانى عن وجود أي مخالفات وإحنا قلنا أن في مخالفات إدارية بعيدا عن أي شيء أن أي مدرس لابد أن يكون معه موافقتان موافقة فنية وموافقة أمنية موافقة الفنية من خلال الموجهة بتاع المادة والموافقة الأخرى من خلال الإدارة المركزية للأمنة وغيرها من مناحي الموافقات الأمنة